الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين إن لنا الصراف المشتقين صراف المهين أنعمت عليهم غير المرجوب عليهم ونضال بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى اللهم ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخطور يحاسبكم بالنناً سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واللك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصلاك ما حملته على النبي من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وأعص عنا واغفر لنا وأوحمنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والأعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب فنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوا سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسوا سرخ الناس من شر الوسوا سرخ الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وأن يتفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها وقالوا بلا قد جاءنا نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَزِلُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَوْا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُونَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرَسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقُدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصِرُكُمْ يَدُونِ الرَّحْمَانِ إن الكافرون إلا في غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْكُمْ بَلَّنْ جُوْفِي عُطُوٍ وَنُسُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيَا مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِوَقٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قُلِ لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَانْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْدَارُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُاتٌ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَمِينَ كُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُّبِينَ كُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَيْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب وَمَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إذ ما كذباً فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَقًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْسِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَانِ مَا نَبِثُوا أَبَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه إلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَافِيَا شُرْ لَكُمْ فَأُوْوا إِلَى الْكَافِيَا شُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ يَرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يغد الله فهو المهتد ومن يطلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما سليأتكم بردق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إن يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذاً أبداً وَكَذَلِكَ أَعْتَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّوا أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنْ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازداد تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للملمين نارا أحاط بهم صرادكها وإن يستغيث ويغاث بماء إن كالمولي يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرٌ مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَصْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقْنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِيْ عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يُقَلِّب كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنصَقَ فِيهَا قُلْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابًا وخير عقبًا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابًا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادل منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يؤمن ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن الأمر ربي أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدون بئس للؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم سلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار ظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهددوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحما لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فاغتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفسا بغير نفسا لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك ما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا قال إن يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طوئيانا وكسرا فأغدنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المتينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا وعبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْهُونَ عَنْ حَاحِ وَنَا قُلْ لَوْ كَانَ الْمَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْمَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْمَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كنهار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلاء والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من مال ونحاس فلا تنتخران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان دواتا أصنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبر فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عن رب العالمي الرحمن الرحيم مال في يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين إن لنا الصراف المشتقين صراف المهين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ونوضان بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخطور يحاسبكم بإلا سيغفر لمن يشاء ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واللك المصير ما يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصلاك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وعص عنا واغفر لنا ووحمنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب فنق من شر من شر الوسوا سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فنق من شر للوسوا سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوا سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وأن يتفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأزلوا قولكم أو اجهوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقْدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصِرُكُمْ يَنْدُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْكُمْ بَلْ لَنْجُوا فِي عُطُورٍ وَنُسُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِوَقٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قُلِ لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَانْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْدَارُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُوتُمْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَمِينَ كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَيْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخوانهم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقاً إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جرزاً أم حسبت أن أصحاب الكلف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أبداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه إلها لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن فمن أعلم ممن افتغوا على الله كذباً وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقاً وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغدي الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم أيقواً وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم بردق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحداً إنهم إي يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذاً أبداً وَكَذَلِكَ أَعْتَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا سَيَكُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَكُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَكُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَالِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِذَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِنَّا قَلِيلٍ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَرْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْحَا كُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وَيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُطْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُ وَيُغَثُ بِمَاءِ إِنْ كَالْمُولِيَ شُوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ صُنْدُسٍ يَا صُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَفَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنا أكثر وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقْنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وغلداً فَعَسَى رَبِّنِي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِيْ عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كففين على ما أنصق فيها وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُهِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وَاغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَلْرُومُ الْلِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا لَمَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَادًا وَوَجَدُوا مَا عَمْنُوا حَاضِرًا وَلَا يَوْمِنُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن الأمر ربي أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للمؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَغْبِكَا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ظَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاطِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قدلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحما لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما وما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ألرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكرائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عن حاحونا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان مرج البحرين يلتطيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى مرج البحرين يلتطيان وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آماء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها السقلان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقفار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من مال ونحاس فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آماء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا يسأل عن ذنبه إنس فبأي آماء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آماء فبأي آماء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربه جنتان فبأي آماء ربكما تكذبان دواتا أخنان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آماء ربكما تكذبان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلاء والمرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكذ الجلال والإكرام كل من عليها فان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكلبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكلبان يرسل عليكم عشواهم من مال ونحاس فلا تنتخران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرك فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان قبلهم وماجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فبأي آلاء ربكما يكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آماء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آماء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان متكين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آماء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان